كما تنولنا برشا مرات وربما هذه فرص للتثقيف القانوني الدولي طبعا المحكمة هذه الآن تحكم كما جاء في التقرير تحكم حسب المعاهدات والعرف الدولي ثم معاهدة دولية عملت عام 48 المحكمة بدأت في 46 ثم معاهدة دولية عملت عام 48 كان وراها واحد محامي يهودي أمريكي اللي هي معاهدة منع الإبادة الجماعية والمعاقبة على ارتكابها الإبادة الجماعية المقصود أنها إبادة جماعية توجه إلى مجموعة دينية أو عرقية أو إثنية أو مذهبية توجه إلى مجموعة معينة والهدف منها إبادة تلك المجموعة من الوجود الكان الدافع وراءه هو ما جرى لليهود في أوروبا الغربية خاصة والشرقية أيضا ما جرى لهم من منذ السعود هتلر إلى السلطة إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية بالتالي هذه هي الاتفاقية للجئة الدول كثيرة تقريبا قرابة 150 دولة موقعين على الاتفاقية من جملتها إسرائيل من جملتها جنوب أفريقيا من جملتها تونس أيضا ومن جملتها الدول الدائمة العضوية الأعضاء 15 عضو خمسة منهم خمسة من الأعضاء يكونوا يمثلوا الدول الدائمة العضوية الدول تم خمسة دول الدائمة العضوية اللي نسموهم نحنا اللي عندهم الفيتو اللي عندهم الفيتو في المهم المتحدة الخمسة هذما هي فرنسا وبريطانيا وأمريكا وتزيد عليهم الصين والاتحاد السوفيتي سابقاً ولما مشار الاتحاد السوفيتي ورثاته روسيا هذما الخمسة دول لازم يكون قاضي من الدول هذه في الدورة هذه في القضية هذه رئيسة المحكمة هي أمريكية من قضاء الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة هذه تقضي في الخصومة بين الدول مشتلها تونس وليبيا قبل في موضوع الجرف القاري وحكمة ما بين تونس وليبيا مشتلها قطر والبحرين وحكمة بناتهم هذما في الأحكام اللي رضاوا بها وكثيرا عندها القضايا اللي تنولتها من 1946 إلى 2024 اللي نشوفه فيها اللي وقاع الآن بالتالي ما ينجم يرفع قضية أمام المحكمة هذه إلا دولة ويكون الطرف المتهم أو المدعاء عليه تكون أيضا دولة إذن هي محكمة للفصل بين الدول مش بين الأشخاص ولذلك هذا علش وقاع هذي يسمي الإي سي جاي يعني محكمة العدل الدولي وهذا علش أنشأوا حسب معادة روما أنشأوا محكمة الجينيات الدولية مش محكمة العدل الدولية وإنما محكمة الجينيات الدولية اللي هي إي سي سي إنترناشنال كريمينال كورت هذوما تأسد فهنا الأشخاص يقدروا يرفعوا قضية يعني شخص عادي مواطن تونسي ويقدروا يرفعوا قضية ضد أشخاص يعني أباك علش معناها ينجم يكون إذا مواطن تونسي عذبه ضابط الشرطة أو لا حاجة ينجم يشكي به ويشكي بال باللي فوق منه كل حتى الرئيس الجمهوري معناها التسلسل القيادي التعذيب وانتهاء تنجم تشكي به المحكمة الجينيات الدولية وعاملين عاملين غادي موجودة طريقة كيفاش تشكي تبعث بالإنائل تبعث بالرسالة تبعث بكل شي ده يعني شتو جدي الآن شنو اللي صار جنوب أفريقيا تولات الأمر ومشا تشكات بإسرائيل بدولة إسرائيل مشا تشكات به اللي نضموا للدعوة قالوا حتى نحن ندعمه هي تركيا وماليزيا والأردن ثلاث دول هذة انضموا وبعدين ثم بيان خرج على جميع الدول العربية الدول العربية مجتمعة قالوا حتى نحن نأيده جنوب أفريقيا في رفع رفع هذه الدعوة هذا الآن نحن نحكيه على الجانب القانوني البحث لكن ما زماش قانون بدون سياسة يعني الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هي الدول اللي عملت الأمم المتحدة كان قبل الأمم المتحدة ثم كان ثم حاجة اسمها عصبة الأمم عصبة الأمم ورثتها الأمم المتحدة لماذا هما الخمسة الكبار اللي هما جوا عملوا مجلس الأمن هما الخمسة اللي انتصروا يعني بريطانيا وفرنسا وأمريكا والصين والاتحاد السوفيتي هذة هما كانوا دول ضد هذыми الدول الحلفاء ضد الدول المحور دول المحور كان فيها ألمانيا وكان فيها وكانت فيها اليابان وكانت فيها إيطاليا وبالتالي إيطاليا واليابان والمانيا بالرغم المانيا اقتصادها اكبر من اقتصاد فرنسا واليابان اكبر من بريطانيا لكن هذوما ما دخلوش يعني لانه ما همش الدول المنتصرين بالتالي اللي عملوا الامم المتحدة هم اللي عملوا محكمة العدلة الدولية بالتالي محكمة محكمة العدلة الدولية هي جزء من قرار الامم المتحدة الامم المتحدة عملوها الدول المنتصرة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عملت على كيفها لأن الصين كانوا يحاربوا في اليابانيين والاتحاد السوفيتي كانوا يحاربوا في ألمانيا وبطيت أوروبا يعني كانوا يحاربوا في ألمانيا واليابان مع بعض فهذا السياسة ما تخرش منها هنا هم عملوا لو أنت تحط المرة فاتت وقت اللي تكلمت أنا في الموضوع دا ثم أمرين ثم الناس يقول لك السياسة ما تخرش منها صحيح كلام هذا صحيح جدا لأن هذا هو ركيزة المحكمة هذه ركيزة من ركيز ما يسمى بالنظام الدولي هما في مشكلة كبيرة يعني الفرنسيس والبريطانيين والأمريكان والألمان وغيره كان هما مشاوا ضد المحكمة يعني هما قاعدين يخربوا يكونوا يخربوا في الأسس متاع النظام الدولي اللي هما صنعوه وكان مشاوا معاه المرة هذي ضد إسرائيل ضد الإبن المدلل للحضارة الغربية اللي هو معناها عبارة على دولة أوروبية حطيناها في محيط الشرق العوصل يسموه محيط متخلف والديمقراطية الوحيدة إلى آخرين لو نشاهد مع بعض الكلام اللي انت قلته في 14 جنوبي اللي انت تقول الآن لمحت له شاهدوا أولاً ونعود بالتحليل على القرار ثم حاجة أخرى اللي هي الاتفاقية الدولية متاع منع الإبادة الجماعية من الأقدار أن القانون هذا تعمل أساساً لأنه وقعت في ألمانيا خاصة في ألمانيا وفي أوروبا عموماً وفي ألمانيا خصوصاً عملية إبادة جماعية لليهود اليوم الدولة اللي تقول على روحها أنها دولة يهودية هي التي تقف في قفص الاتهام متهمة بارتكاب جريمة إبادة جماعية الثالي القضية المرفوعة شكور رفعتها رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل باعتبار أن جنوب أفريقيا موقع وإسرائيل موقع على الاتفاقية وكلاهما عضوا في الأمم المتحدة فتمش تشكي به الدعوة أنه يعد اعتراف ومش اعتراف كلم فاض لأنه واحد يقتل يعني إسرائيل تقتل في الفلسطينيين واحدة منهم ينهزوا جيش وهكا الدبابة اللي حطوها قدام البرلمان والدبابة الأخرى اللي حطوها قدام القصبة نهزوهم ونحاربوا بهم إسرائيل ولا تشوف طرق أخرى أما أنه يا إسرائيل أقتلي كما تريدين ونحن لن نشكي بيك لأنه لا نعترفه بك كالأولا هذا كلام ما هوش متاع عقلاء متاع واحد خلواط وتونس كما قلت مشت المحكمة الجينات الدولية بل أنه تونس الدولة التونسية شكت بإسرائيل قبل شكينا بإسرائيل عند الهجوم كانت تدكوها على حمام الشط اللي تقتلوا فيه الفلسطينيين في ذلك الوقت تونس غير قادر غير قادر أن نروح ونقصفه إسرائيل كما قصفونا نحن وماتوا فيها توانسا وماتوا فيها فلسطينيين تونس مشت شكات في الممتحدة بدولة إسرائيل وفي ذلك الوقت وقع إدانة لإسرائيل القضية اللي مرفوعة اللي رفعتها شكور رفعتها جنوب أفريقي طبعا شهدنا كلنا الدفاع انتع ممثلي دولة إسرائيل الدفاع مهزوز علش لأنه الجانب القانوني مش معه لهم جادلوا أكثر من مرة أنه جنوب أفريقي ما يشترف في القضية وهذا أمر منتهي علش لأنه أصلا لو جنوب أفريقي ما عندهاش حق ترفع قضية محكمة العدل الدولي ما كانش تقبل القضية ما كانش تقبلها وثانيا فيما معناها السابقة القانونية اللي متاع جنبيا هي اللي رفعت قضية بميانا نمار اللي هي بورما سابق جنبيا دولة ثالثة رفعت قضية بميانا نمار وربحتها في محكمة العدل الدولي هنا ثم موضوعين ثم الموضوع الأول اللي هو أنه جنوب أفريقيا الآن نرجع الجنوب أفريقيا رافع قضية في الأصل وقضية في الفرع رافع قضية في الأصل تطلب إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم متاع إبادة جماعية هذا في الأصل وفي الفرع طالبة أيضا استعجاليا وقف الحرب على غزة حتى النظر في القضية الأصلية لأنه هذا ممكن من هنا للحكم في القضية الأصلية اللي قد تاخذ خمسة ست سنوات ربما يموتوا برشها ناس يعني كأنه كما عنا في تونس القضاء الاستعجالي والقضاء العادي بمعنى أنت ممكن ترفع قضية استعجالية في وقف التنفيذ أو قضية استعجالية معناها قضاء استعجالي فالقضية الاستعجالية الآن هي اللي تنظر فيها المحكم المحكمة الآن مش تفتح الملفات أنه تبدأ تنظر في القضية الأصلية اللي هي الإبادة الجماعية وقتها مش نشوفه برشها ناس يجيبوا يشهدوا يجيبوا شهود ويبعثوا لجن تقصي ويجيبوا خبراء يسئلوهم خبراء في الجناية خبراء في ما يكون في التاريخ اليهودي ربما في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجيبوا برشة خبراء يعني عبش تكون فرجة لسنوات طويلة لكن القضية الثانية اللي هي القضية المستعجلة اللي فيها زوز عناصر فقط واحد يقدم الدعاء متاعه واحد الدفاع متاعه وانتهى الموضوع الآن المحكمة ما بين أسبوع إلى شهر تصدر حكمها فيها 15 قاض الـ 15 قاضي يمشوا بالأغلبية يعني أغلبية القضاة شنو بش يقولوا لكن سينشر كل موقف كل قاضي معناها في القضايا هذن